الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربي على كل نعمة وأفضل النعماء قولي لك الحمد الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومصطفانا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه وبعده حبيب قلبي وروحي يا من تجلس في هذا الزمان وفي هذا الوجود وفي هذا الكون لتحقق المراد من خلقك الله خلقك لأمور عدة منها ثلاثة أشياء خلقك سبحانه وتعالى لتعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقك سبحانه وتعالى لتعمر هذا الوجود الذي أنت فيه وخلقك سبحانه وتعالى لتزكي النفس تزكية النفس مسألة عظيمة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمون أن تزكية النفس أمر مهم أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسبعة أقسام وفي اللغة العربية يأتي خبر القسم بعد القسم فسبحانه وتعالى أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ماذا بعد كل ذلك يا رب؟ قد أفلح من زكها ما هي يا رب؟ النفس البشرية عندما تزكي هذه النفس يبدأ الإنسان يحقق أصلا من هذه الأصول كيف لي أن أترجم في هذا الزمان الذي أعيش فيه مقصدا من مقاصد خلق الله لي في تواصل عبر الفيسبوك عبر تويتر عبر منصة من المنصات تجد أن لكل منصة أنت تتعامل معها لا بد لك أن تتقيد بالأدب لأن الأدب قدم على العلم سئل إمامنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه متى تعلمت وكيف تعلمت؟ وكام الوقت الذي بدلت فيه جهدا كبيرا لتتعلم العلم كم أخذ منك وقتا؟ فقال طلبت العلم عشرين عاما ثمانية عشر عاما وأنا أتعلم الأدب ليس الأدب المقصود بي الأدب والنصوص والنحو والبلاغة في اللغة لا الأدب المنصوص والمقصود في هذا الكلام هو الأخلاق السلوك التزكية مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم علماؤنا يقولون الأدب وصول بلا تعب حب وأدب وصول بلا تعب فعندما يكون الإنسان متأدب حسن الخلق قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن حسن الخلق لا يأخذ عند الله عز وجل مكانة ودرجة من درجات الصديقين والصالحين لما؟ لأنه وصل بالأدب ويرتفع الإنسان بأدبه أكثر مما أن يرتفع بعبادته العبادة ممكن أنها تسبب للإنسان إشكالية غرور ورياء وسمعاء لكن الأدب عندما يكون إنسان مؤدب يشعر بقيمة الكلمة فعندما تأتي تعمل شير لكلمة للفظة قد تكون فضيحة وليست نصيحة كم واحد يبحث عن النصائح وكم واحد يبحث عن الفضائح كم نسبة المشاهدة عندما تنظر شاهد قبل الحذف وكم نسبة المشاهدة عندما ترى فوائد في علم كذا الإنسان بطبيعة يحب هذا الميول لكن الله خلقك لتزكي هذا الميول من أساس خلق الله سبحانه وتعالى لي ولك أننا نزكي هذه النفس فلابد لك من مخالطتك لهؤلاء الناس في التواصل الاجتماعي المباشر والغير مباشر الافتراضي في وسائل التواصل كلها لا بد لك أن تتقيد بالآداب النبوية ما هي هذه الآداب النبوية؟ يقول عنها الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي في مصرحيته الشعرية عندما تحدث عن قيمة الكلمة ماذا قال؟ قال أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة دخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله دخول النار في كلمة رفضك للا إله إلا الله محمد رسول الله قضاء الله سبحانه وتعالى في كلمة سبحانه منه سيدنا المسيح عليه السلام كلمة تجد أن الكلمة لها قيمة كبيرة فعندما تتعامل في هذا الوجود من دون مقياس للكلمات تجد بعض الكلمات قبور وتجد أن بعض الكلمات تبني قصور تشيد إنسان تحيي إنسانا أمامك الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا الكلمة فرقان الكلمة تفرق بين حق وباطل الكلمة تكشف الغم عن الإنسان الكلمة نور الكلمة دليل يتبعه الإنسان يتبعه أمة تتبعه مجتمع أسرى عائلة تتبع كلمة لما؟ لأنها أضاءت لهم في هذا الوجود طريقا وعلمتهم كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى أيضا في نفس المقياس الكلمة ممكن أنها تزلزل عروش ظالمين وأنها ممكن تهدم أوطان الكلمة حص عظيم جدا عندما تكون خلف كلمة طيبة مباركة تقصد بها وجه الله طيب عندما تنظر في كل هذه الأشياء أنا لا أمتلك هذه الكلمة أنا لا يوجد لدي كلمة لا أمتلك كلمة أقولها كلمة طيبة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال فليقل خيرا أو ليصمت ما الفرق بين حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس أو؟ فليقل خيرا أو ليصمت لماذا هنا سكوت؟ لماذا هنا صمت؟ هذه أداب حتى في التعامل كان المصطفى عندما يدعو للمتوفى وأهله موجودين حواله يقول اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان غير ذلك لا يقول كان سيئا أدب الأدب النبوي تجد أن الصمت لا يكون إلا لحكمة والسكوت لا يكون إلا بسبب خوف والمصطفى يريد منك أن تعيش في هذا الوجود دائما بصمت لا بسكوت وأن تكون صاحب حكمة وصاحب أدب عظيم لتصل إلى الله سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة جعلها الحبيب المصطفى في الشرع الشريف الحنيف الذي نحن نتعامل به ميزان في العلاقات الاجتماعية بين الناس منشأ الخير وشقاق بين الناس أنشئ علاقات طيبة مع الناس أو أني يكون بينه بين الناس مشاكل كبيرة جدا بسبب كلمة وقد تكون هذه الكلمة لا تلقي لها بالا قال صلى الله عليه وسلم تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله كم من كلمة قيلت ونشرت عبر الوسائل قيلت في حق فتاة أو في حق شاب أو في حق وطن أو في حق أسرة أو قبيلة أودت بأرواح ناس أو ضللت عقول ناس أو هتكت ستر كان الله سبحانه وتعالى قد أنزله على بعض الناس أحيانا عندما تتقيد بكلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحصل لك المصلحة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ما هي المصلحة العامة إن لم تستطع أن تقل خيرا قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت الإمساك عن الكلام هو سنة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل صلوات ربي وسلامه عليه أي المسلمين أفضل يا رسول الله من من المسلمين أفضل إنسان مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون وفي رواية من سلم الناس عموم الناس ما هم بس مسلمين من لسانه ويده في هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه كم من إنسان اليوم يحتاج أن يكون في سلام بينه وبين الناس سلم الناس من لسانك وسلم الناس من يدك الإنسان عندما يسأل نفسه أي مسألة سأقولها أي كلمة سأبديها أي رأي سأتحدث عنه هذا في عموم الأراء فكيف لو كان هذا الرأي منسوب لله ولرسوله عندما تقول بسم الله أو قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا المسألة أكبر وأعظم خطر الأولى بك أن تصمت أن تمسك لا تتحدث لا تنشر إن لم تتحقق من الحديث لا تنشره إن لم تتحقق من الواقع ما الفائدة التي ستأتي من بعد ذلك في مثل كل الناس برددوه وهو حكمة من حكم البشر إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب حقيقة لما يكون أنك تصمت عن حكمة صمتك عن حكمة لا سكوت عن خوف وإن كان الخوف من وقوعك في مسألة من المسائل براثم كثيرة جدا إرهاب وخوف وتدمير وتفجير وتكفير ومصادرة التفكير أمور كثيرة إن كنت خاف أن تقع في هذه الأمور فالسكوت طيب لكن إن كنت تعلم أن هذا الكلام غير صحيح وقادر على تغييره غير إن لم تستطع فلا تتحدث بكلمة لأن الكلمة لها ميزان عظيم الموضوعات في هذه الحياة التي نعيشها كثيرة جدا لا سيما في وسائل التواصل مع الناس أقول لك طرفة قديما كان الأهبل الذي يصاب بمرض في العقل لا يعرفه إلا أهله اليوم مع وجود هذه الوسائل أصبح كل الناس يعرفونه لما يسطر صفحة ويتحدث فيها بكلام يأتي بالعجائب والغرائب ما قال به أحد من العالمين ينزل آيات في غير منزلها يأتي بأحاديث يأتي بأمور ثم يقول لك أنا أريد نشر الخير تحقق مما تقول الآداب أنك تستر من ستر مسلما ستره الله الله يسترك فإذا سترك الله من الذي سيفضحك لما يسترك الله لأنك سترت مسلما إذا أمطت الأذى عن الطريق إماطة الأذى ما هي بس في الأحجار والأشجار وما نجده في طرقاتنا إماطة الأذى عن الطريق أيضا أن تزيل الكلام الذي لا يليق بالناس لما؟ لأن ربي وربك هو الذي قال قل لعبادي ماذا نقول لهم يا رب؟ يقول التي هي حسن أم أحسن؟ لا لم يختار لنا الحسن بل اختار لنا الأحسن قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لما يا رب؟ إن الشيطان ماذا يريد منا يا رب؟ قال ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين عداوة وظاهرة وواضحة يريد منك أن تتحدث بما لا يليق وأن تهتك أستار الناس وأن تتحدث بما لا تعلم تعلم أو لا تعلم يدخلك في كل هذه الأمور المصطفى ينهاك عن كل ذلك والله سبحانه وتعالى كذلك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وجعلنا في هذا الوجود كأننا نعيش دائما بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة